أهلا بك فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان خلاص أنها النادي الأهلي استعدادات وبشكل رسمي للمباراة الهمة والمرتقبة أمام فريق التراجع التنسي في دور التمانية من دوري أبطال أفريكا وهي مباراة الزهاب اللي هتقام في أستاذ برج العرب هنا بمدينة الأسكندرية أكيد مباراة مهمة استعدادات همة جدا بالنسبة للجهاز الفاني واللعبين أكيد النهاردة كان المران الأخير مران مهم جدا أكيد لكابتن حسام البدري للعابة النادي الأهلي استعدوا من خلاله بشكل كبير جدا لهذه المواجهة الهمة جدا لكن نخليني بالتحديد يا فيروز نبتدي مع جمهور النادي الأهلي برنامج الخاص بالفريق من بداية اليوم يمكن النهاردة كان فيه الفطار ساعة عشر ونص صباحا كان فيه صلاة الجمعة طبعا لكل اللعابة النادي الأهلي أدوا صلاة الجمعة النهاردة عاكب صلاة الجمعة مباشرة كان فيه محاضرة من قبل كابتن حسام البدري اللاعبين وهي كانت محاضرة بالفيديو كابتن حسام البدري يمكن نعرض بعض اللقطات العديدة لفريق التراجي التونسي في مختلف المباريات السابقة لهذه الفريق خصوصا فريق التراجي التونسي يمكن لعب حتى الآن أربع مباريات في الدورة التونسية وإدروا أن يفوز بها جميعا وإدروا أن يحرص ثمان أهداف خلال أربع مباريات وده يمكن معدل جيد جداً من نسبة لفريق تراجع التونسي ومعدل هجومي جيد في المقابل استقبل هدفين بس ده برضو يعتبر معدل دفاع جيد ويمكن ده كان كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين خلال المحاضرة النهاردة عقب صلاة الجمعة مباشرة أيضاً إدى بعض التعليمات هي أكيد مش التعليمات الأخيرة كابتن حسام البدري خصوص النهاردة مساءً هيكون في محاضرة أخرى غداً هيكون في أيضاً آخر محاضرة كابتن حسام البدري هستقر من خلالها أكيد على التشكيل اللي هبتدي بها هذه المباراة لكن خلينا أكمل معك يا فيروز البرنامج الخاص باليوم النهاردة طبعاً الساعة 2 ونص كان فيه معادل غدا بالنسبة لجهاز الفني واللعبين الساعة 5 بالتحديد ابتدى مران النادي الأهل الأخير النهاردة على ملعب الرئيس أستاذ برج العرب اللي هتقام عليه هذه المباراة طبعاً يمكن مران النهاردة كان من نواحي بدنية خفيف جداً هو كان مشابه تقريباً لمران الأمس من نواحي بدنية خفيفة بعد تدريبات الكرة الخفيفة مع نهاية المران كان فيه طبعاً تأسيمة بين اللعبين لكن خليني بس أقول أن كابتن حسام البدري يمكن لغبة الأوراق شوية خلال التأسيمة ما وضحش الشكل اللي ممكن يلعب به خلال مباراة الغد خصوصاً كان فيه بعض القنوات التونسية اللي كانت متواجدة اللي كانت بتتبع مران النادي الأهل النهاردة بالتالي كابتن حسام قرر أنه هو ما يبينش كل ملامح التشكيل اللي ممكن يبتدي بها خلال طبعاً مباراة الغد لكن بشكل عام يفيروس كل الأجواء ماشية بشكل جيد جداً بالنسبة للعابين بالنسبة للجهاز الفني خلينا نقول نك اللي فيه حارض حالة تركيز كبيرة جداً من اللعابي النادي الأهلي يمكن كلامهم حتى قليل مع بعض كل كلامهم في المطش بس إن أهمية إن شاء الله النادي الأهلي يفوز بالمباراة الغد خصوصاً هي مباراة الزهاب مطالب النادي الأهلي أنه حق نتيجة جيدة تكون طبعاً دافع بالنسبة له في مباراة العودة وتأمن موقف النادي الأهلي في مباراة العودة إن شاء الله من خلالها طبعاً يقدر النادي الأهلي أنه يوصل لدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال لأفريكيا بشكل عام كل أمور جيدة جداً بالنسبة للعابين سواء من الحالة الفنية الحالة المعنوية الحالة البنانية كله ماشي بشكل جيد النهاردة مساءً حيكون في محاضرة أخرى من كابتن حسام البدري اللاعبين حيستمر في عرض بعض اللقطات الخاصة بفريق الترجل تونسي حيستمر في إعطاء بعض التعليمات اللي هتكون مهمة جداً بالنسبة لعاب النادي الأهلي إن شاء الله عشان يكونوا جاهزين بشكل تام لمباراة الغد وإن شاء الله يقدروا أنهم يحققوا نتيجة كبيرة على فريق الترجل تونسي خلينا أقولك أن جهزية وليد سليمان وليد سليمان جاهز بشكل كبير لأداء المباراة النهاردة كابتن حسام البدري يمكن لسه محتار من اللي يبتدي في تشكيل النادي الأهلي سواء وليد سليمان أو أحمد الشيخ اللي اتنين جاهزين بشكل كبير وليد سليمان مباراة النهاردة شايف في التدريب بشكل كامل بعدما كان عنده بعض الألام في الرجبة أو كادمة كده في الرجبة عقب مباراة طلع الجيش لكن أصبح جاهز الـ 24 لعيب اللي اختارهم كابتن حسام البدري لمباراة التراجع الموجودين في معسكر فريق هنا في اسكندرية كلهم بحالة بدنية وحالة فنية جيدة جدا ومستعدين بشكل كبير جدا لأداء هذه المباراة إن شاء الله في النهاية تمنى كل التوفيق للنادي الأهل إن شاء الله يقدر يؤدي مباراة جيدة عنصر الجمهور جدا إن شاء الله اللي سيكون متواجد حوالي 20 ألف متفارغ خليني برضو ألفة النظر يا فيروز إن بكرة هيكون متواجد عدد من جماهير التونسية طبعا عدد من جماهيرة التراجع حوالي من ألف الألفين متفارغ أو من ألف الألفين طبعا مشجع تونسي 하يكونوا متواجدين يدعموا فريق التراجع التونسي وده يمكن عدد مش قليل هنكون فيه صوت ليهم واضح خلال مباراة الأهل والتراجع إن شاء الله غدا لكن إن شاء الله جمهور النادي الأهل 20 ألف متفارغ هيكون لهم مفعولي السحر إن شاء الله في مباراة الغد يكونوا داعم بشكل كبير إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحقق فوز مريح قبل مباراة العودة إن شاء الله في فراتس عودة لك يا فروز أمير هشاء مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك كنت معنا عبر الأخبار